السلام عليكم وحمد الله وبركاته بهذا الجو الممطر والقلوب الدفئة نقول لخوتتي وحباباتي وبناتي مساء الحب والعطر الجميل مرحبا بكم حبيباتي في قناتي المتواضعة تدابير نانا الوصفة تعناه اليوم بخوتاتي وصفة موسمية رانا في وقت الشينا والحمضيات والبرتقال والقارس والليمون معروفة يعني الجزائر من شاء الله لها بزراعة الحمضيات سوختو منطقة متجا لهذا جبتلكم الوصفة اليوم وصفة موسمية اللي هي معجون اكسبرس معجون برتقال اكسبرس كما راكو تشوفو اخوتتي يعني تشينا راهي موسمية نستغلو في الوقت ديالها ايه في الوقت ديالها ما راهي شغاليها بزاف وماذا بينا نرقزو على الأكل الأكلات الموسمية سواء خضرة ولا فاكية هادي كيالي نستغلوها اللي فيها إفادة كثيرة للجسم كي تكون في وقتها كي ما راكو تشوفو هنا اخوتتي نحكم المستع البطاطا ونقشر تشينا بهذه الطريقة نحلها غل القشرة تحها الفوقانية لابو الفوقانية ذيك لابو دورانج الفوقانية اللي نقدرو نحوها نحوها ونستحفظو بيها نحطوها بجه وبعدها نقشروا تشينا كي ما راكم تشوفو نحو كامل تشينا نحن ناكلوها نقشروها كامل نقشرات الحرفوقانية نتخلصوها من ذيك القشرة بعدها نقطع تشينا دينا كي ما راكم تشوفو متوضح في الفيديو نقطعوها مربعات صغيرة يعني نقطعوها تقطعها أجوائية المهم تكون رقيقة وخلاص كي ما راكم تشوفو هكذا بها الطريقة نقطعوها حتى نكملوا كامل الكمية المقادير ديالها هي كيف اشتكم نديرو كيلو وثلاثمية نتع برتوقال مقشر 600 جرام نتع سكر عواج تعقرفة حبيبات تعقرنفل ومغرف لافاني نقطعو البرتوقال ديالنا اني نقول برتوقال مانيش نقول تشينا بس كل مرة لي فات كومنتت لي واحد أختنا المصرية يعني ما شاء الله عليها قلت لي في الفيديو تاع البريوش قلت لي انا البريوش هدا قدرت له الوزيزة تشينا عطرته بالوزيزة تشينا بعدت لي وما قلت انا برتوقال قلت تشينا قلت لي عجبتني الوصفات تاع البريوش تاع البريوش واني حابة نجربها و 저도 هكذا positions اذا فهمت ديال هذه الحاجة خضراء التي ك corrupts أ bangوا towardsها تشينا قلت لي فضحك انا تشينا لا يفهمها حتى واحد نفهمها غريغة واحد انا المغاربة المغرب العربي الكبير اه وتقلت لها البرتوقل قلت لي اه البرتوقل تقولولو تشينا عجتها حجام يعني اخوانا المصريين يادروا باللغة العربية وحنا هادرتنا راي شوية 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 من كل ولا شوية شوية هاكذا اخواتي نكمل كامل ديك الكمية ديالي تاتشينا بعد ما قطعتها وش نديرها نديرها الكمية تحت اخواتي السكر والعودة على القرفة ونضعها من فوقها نخلطهم ونخليها تلت سوايا نخلوها مدة تلت سوايا كما لا كنت شوفوا هكذا تلت سوايا حتى تطلقها كامل مدية لها ما نخلوها شقل من تلت سوايا فاسكو قلت سوايا متطلق الناس تشينا المدية لها نخلوها من تلت سوايا كما انا قدرتها اصبح طيبتها العشية بعدها نعود نتبقى لهاك القشور تشينا يعني هنا نحب أن نقول لكم القشور تشينا نحب أن نستغنى وننضير القشور تقال القارص ما فيها بس نقدروا نضير القشور تقال القارص ما يهمش سواى قارص او تشينا كيف كيف هنا كيف نبتلون لهم شوية هنا كيف نضيف لهاك القشور تقال الحياة نضيفه ويتغلى في كسرونة بعد ملح نحيط لها صفيت و ارميت و اعاود لها اخر و اعاود تغلى الى اخر و ارميت و ارميت و اصفيت و اضطيتها بعد ملح نحيط لها نحيط لها طيب و اضطيبها و اضطيبها في كوكوطة بعد ملح نحيط لها لذيك الارغاوة من فوقها كامل نحوهم اذا وهو up some otro و نحيط من خلال جنوان نقطع الحرق و剪��면 استادعري نقطع الحرق vista للخيم نقشروها رقيقة نقشروها رقيقة نقشروها رقيقة و نرميها مع تشينا مع المعجون على نارق ليلة و نخليها نقشروها في هذا الأمور تسجينا نقشروها جميلة و نقشروها و نطلعها قربة و نقشروها نضيفها قرنفل نقشروها خمسة أو الأستخدام هذه هذه هي اخواتي انا في الموسم تاتشينا ما شاء الله نستغلها سواء في الجو سواء في المعجون سواء في العصائر نستغلها في البسبوسة في الموسكوتو ندير المركز على البرتوقال نستغلها ما خلوها يعني في المجيد خرج الموسم على البرتوقال استفدنا منها من الحمليح هنا شوفو اخواتي هذا لا كنتشوفو فيه انا هذا رحيتو وشنو ما رحيتو شرطب رحيتو نص نص ما رحيتوش في القيق رحيتو في النص نص وهنايا هاد خليتو كما خليتو انا في الحقيقة يعجبني كما هدايا هكدا معجونت على الطابلة ويجي حلو ما فيهن مرورياني والو يجي ما شاء الله ان شاء الله وهذه هي قلكم فيديو جاي ان شاء الله مبقيكم بسلامة قلكم سلام وما تنسونيش حباباتي وتجربوا الوصفة هذه هي اخواتي